السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمن سلسلة Media in Microbiology Laboratory سنتعرف اليوم على Dioxy Raybonuclease Agar Media وهي تستخدم لفحص اللواء الDNA's Test سنتعرف ان شاء الله في هذا الفحص على تعريف الوسط واستخداماته مكوناته فكرة عمل التست اللواء الDNA's Test بالاضافة الى اجراء الفحص نفسه التست بروسيدور وشكل النتائج على هذا الوسط الDioxy Raybonuclease هو فحص يستخدم لمعرفة ما اذا كان الكائن لها البكتيريا قادر على انها تكسر او تعمل هيدروليسيز للDNA وتستخدمه كمصدر كربوني ومصدر للطاقة لنمو هذا الميكرو أورجنزم احد اشهر الاستخدامات للتفريق للستفيلوكوكاس أوريس اللي هي DNA's positive من الاضر استفيلوكوكاي اللي هي DNA's negative الDNA's هي عبارة عن انزيمات قادرة على انها تعمل هيدروليسيز للDNA وتكسير الDNA او الهيدروليسيز للDNA بيطلق لالفري نوكليوتايتز وفوسفيل الDNA's تنتج من خلال بعض البكتيريا بنسميها extra endonucleases وكما مرة وظيفتها نتكسر او تقسم اللي هو الDNA وبتنتج مرة اخرى تركيز عالي من الوليجو نوكليوتايتز بتكون الوسط الخاص بالDNA's agar من مجموعة من الانجريديينز زي اللي هو البانكرياتيك دايجيست للكازين اللي هو بروتين حليب سوديموكتورايد البيبتيك دايجيست أوف سويبين ميل والديوكسي رايبو نوكليك أسد بكمية كبيرة عشان نقدر نشوف ما إذا كانت البكتيريا بالفعل قادرة على تكسير هذا الديوكسي رايبو نوكليك أسد الغالبا هو سبعة وثلاثة من عشرة بلاس ماينوس بوينت تو ولون الوسط كما ترون يعني يشبه إلى حد كبير لون الوسط النوترينت أجار المشهور اللي هو بيكون مائل إلى الأصفر قليلا لكنه شفاف بشكل واضح تم تطوير مجموعة كبيرة من الأوساط للكشف عن الديانيز أحد هذه الأوساط يضاف إلو تولوين أو تولويدين بلو أو والميثيل جرين لكن الوسط اللي احنا بيتكلم عنه في غالب الأمر إحنا بنضيف إلو أج سي أل بعد زراعة البكتيريا ونموها والأج سي أل في هذه الحالة هو المستخدم بالنسبة إنا ككاشف عما إذا كان النوكليك أسد ما زال موجود أم تم تحلله إذا كان موجود الأج سي أل بيتفاعل مع النوكليك أسد ويعمل تربد بريسيبيتيت إذا مش موجود ما بيقدر التفاعل معه فبيضل الوسط كلير في المنطقة حوالين اللي هو النمو البكتيريو وبنعرف أنه بوستف كما سنرى بعد قليل إن شاء الله الديانايز المستخدم قلنا فيه منه صنفين صنف موجود فيه إنديكاتور زي الميثيل جرين إنديكاتور وبدون إنديكاتور الآن إذا بنلاحظ على الشاشة هنا خطين من نمو البكتيريا بعد موضعنا الـ HCL على الوسط لجينا أن الوسط صار تربت بدل ما كان شفاف ما سنفذber بينما المنطقة Inc. peases قلni auric rightly أو خط النمو كليرانز دلال على آلا الخط النمو على اليسار تختير بقيت حوالين المستعمرة لا ك dépث بقيت دلال على أن الزي المثل ما صار في هيدروليسيز للديان اي بالنسبة لديان ايز تيست ميديوم اللي فيه انديكاتور اللي هو المثيل جرين انديكاتور المثيل جرين عبارة عن صبغة بترتبط به البولامرايز ديان اي عشان يتكون جرين ستيبل جرين كومبليكس على البي اتش تبع الوسط الديان ايز اكشن جلنا بيكسر الديان اي وبيطلق اللي هو المثيل المثيل جرين الفري مثيل جرين بيعمل او بيفقد اللي هو اللون تبعه بشكل تلقائي على البي اتش سبعة وثلاثة من عشر وبالتالي اذا تكون مناطق خالية من اللون حوالين المستعمرة هذا مؤشر على انه الديان اي اتكسر يعني العينة بوستب اذا العينة اي والعينة بي هم بوستب بينما العينة هي نيجاتيب في هذا الحال كذلك الامر بالنسبة الديان اي اس تست ميديوم اللي مضاف له تلويدين بلو انديكيتور لما التلويدين بلو بيضاعف بيتكون مركب كومبليكس مع الديان اي اللي بيتغير طبعا تركيبه لما الديان اي بصير له تكسير وهذا بينتج عن لون تقريبا يعني bright pink color فلما يتكون الbright pink color هذا مؤشر على انه صار فيه الديان اي اذا اللوحة اللي هنا بتقول انه فيه ثلاث طرق للكشف عن الديان اي ستست طريقة استخدمة اله سي ال واله سي ال يعني كان من خلال تكون منطقة خالية من اللون يعني بعنا اخر كلير والتانية اللي هي الميثايل جرين انديكيتور ايضا تكون هالو زون منطقة خالية من اللون حوالين المستعمرة مؤشر على البوستيبيتي بينما في حال استخدام التلويدين بلو تكون الbright pink هو مؤشر على البوستيف ريزولت الطريق الاجراء الفحص كما يعني وضحنا في اللوحة السابقة هو عبارة عن عمل خط على الطبق المزروع ويعني يفضل انه نعمل مع بوستيف او نيجاتيف كنترول عشان نتأكد من انه الوسط تبعنا بيعمل بشكل جيد بعد انتهاء فترة الانكيباشن اذا كنا نستخدم الديان اي سميديوم اللي بدون انديكيتور ممكن نضيف بعض القطلات من الواحد نورمال الاتسي ال حوالين خط الطعنة او خط الزراعة وبعدين بنعطي الطبق فرصة لبضعة دقائق حتى يعني يتفاعل الاتسي ال مع النوكليك اسد الموجود ومن خلاله بنقدر نعرف اذا ما كان في تحلل لديان اي يعني ديان اي سبوستيف او ما في تحلل لهذا الديان اي عنا بعض الانتربريتيشنز او يعني تفسير لنتائج الديان اي سبوستيف اللي بتختلف عن السيراتيا فونتيكولا اللي بتشبهها وهي ديان اي سبوستيف الاستافيليكوكاس اوريس معروفة انها ديان اي سبوستيف الكامبيلوباكتر جيجيني الموركسيلا كاتيراليس والكوريني بكتيريوم ديثيري ايضا كمان هي عبارة عن ديان اي سبوستيف اذا الديان اي سبوستيف في تمييز بعض الميكروبات المهمة مثل السيراتيا مارسسينس استافيليكوكاس اوريس الكامبيلوباكتر جيجيني الموركسيلا كاتيراليس والكوريني بكتيريوم ديثيري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة